لكن اللي مش حلو قوي هو قصة التصريحات اللي تقالت ليلة المباراة في المؤتمر الصحفي للكابتن حسام حسن والتصريحات اللي تقالت بعد المباراة والقرارات عندي تعليق سريع جداً بس الأول تعانى استعرض تصريحات الكابتن حسام حسن ما قبل المباراة ونخلي الكلام الفني مع الكابتن تامر عبد الحميد نجم الكرة المصرية والزمالك السابق علشان برضو فيه كم نقطة ممكن نتكلم فيها من أجل تحسين الأداء للمنتخب في الفترة المقبلة لكن الأول تعالوا نشوف ماذا قال الكابتن حسام حسن في تصريحاته ما قبل المباراة كانت جدلية ليه؟ يلا نشوف أولا قال أرجو أن يصبح للدور المصري شكل كبير مثل الدوريات العربية وهذا لن يحدث إلا حين يأتي أشخاص نظيفة القلب والعقل ونتخلص من القديم المتشبث بالكرة المصرية في آخر عشرة أو خمستاشر عاما لا تعيدوهم مرة أخرى وبطولة أمم إفريقيا 2019 شاهدة على درك ثانية واحدة ثانية واحدة إيه معنى الكلام دا؟ الكلام دا ليه أكتر من تحليل طبعا يعني أول تحليل البسيط جدا السريع جدا اللي هو زيه زي غيره الكابتن حسام حسن شايف أن الكرة المصرية لم تتظور في السنوات العشرة الخمستاشر الماضية وتطور الآخرون أكتر مننا بينما بقينا فبالتالي بانت فوارق ما كانتش موجودة كانت لصالحنا ما بقيتش لصالحنا في خلال العشرة خمستاشر السنة اللي فاتت فدايما العنوان السريع ما ترجعوش الوجوه الأديمة دا أول تحليل الطبيعي لكن فيه تحليل تاني ممكن يكون برضو بسيط نسبيا وهو أن الكابتن حسام حسن على مدار السنوات الماضية كان على خلاف واضح مع المهندس هاني أبو ريدا رئيس الاتحاد المصري السابق لكرة القدم وكان بشكل صريح جدا بيطلع على الملأ بيقول أن عدم وجودي كمدير فني للمنتخب سببه أبو ريدا كان بيشاور بشكل طبيعي ومباشر لهاني أبو ريدا وبيشاور من بعده على المهندس أحمد مجاهد اللي بالمناسبة أعلن ترشحه في الانتخابات المقبلة وبالتالي هي دي رسالة ممكن تبقى شخصية ما بين حسام حسن المدير الفني الحالي لالاتحاد المحتمل اللي خلالت شهرين ثلاثة هيبقى موجود وبالتالي هي ممكن تبقى رسالة تخص مستقبله هو مع الاتحاد المحتمل أن ييجوا فلو جي الاتحاد اللي ما كانش عايزه ييجي طبيعي جدا أنك تقول بما أنا بما أنا إذن يبقى ساعتها ممكن كابتل حسام حسن نفسه ما يكونش موجود فبالتالي هو بيوجه رسالة مباشرة عنه تخصه هو شخصيا ممكن كمان تبقى رسالة أبعد من كده بكتير بأنه بيدعو بشكل عام الناس أنهما ما ينتخبوش المجلس ده كأنها دعوة رسمية بشكل صريح تعالوا نشوف باقي التصريحات لأن دي أول مقطة والحقيقة دي أثارت جدلا لكنها جاية من مدير فني للمنتخب تجاه اتحاد كروي قادم لبلاده طبيعي أنها كانت تعمل الجدل ده تعالوا نشوف ماذا قال الكابتن حسام حسن حين انتقل إلى ملفات أخرى قال دي نصيحة من شخص قضى عمره كله في كرة القدم ويريد أن يكون الدور المصري أقوى شيء لن يحدث ذلك إلا حين يأتي أشخاص يريدون العمل لأجل مصر فقط طبعا آخر جملة دي 100% صحيحة يعني هو الكرة مش هتتطور غير لما يجي فعلا الناس عايزة تطور الكرة مش عايزة تستفيد من وجودها في المناصب حين تم إجراء القرعة في تصفيات كأس العالم قالوا في البداية أنها مجموعة مصر ولكننا نواجه منتخبات هي القوة القادمة في إفريقيا أرجو من الجميع في البرامج والمواقع ومنصات التواصل أن يأخذوا حذرهم من لهجة نحن لا نواجه أحدا وسنصل إلى كأس العالم بسهولة نتعامل مع قرعة بطولات الأندية الإفريقية بحذر ونتحدث عن توازن القوى التي تواجهها الأندية المصرية فلماذا لا نفعل ذلك مع المنتخب؟ علما بأننا فقط من نملك لاعبين دوليين في الأندية بجانب اثنين أو ثلاثة في سانداونز لعب المنتخبات الإفريقية معظمهم في أوروبا بينما نملك نحن سبعة محترفين فقط ثانية واحدة ثانية يلا الكابتن حسام حسن انتقل من حديثه عن الاتحاد إلى الحديث عن المحللين والنقاد الرياضيين والإعلاميين والحقيقة أن التصريحات دي واضح منها أنه بيتكلم في فكرة السهولة والصعوبة وتعالوا الحط بس الحاجات في أماكنها الصحيح رقم واحد هل مجموعتنا سهلة؟ سهلة سهلة نظريا نظريا بالنظر لفرق الإمكانيات ما بين القائمة بتاعتنا وقوائم الفرق الثلاثة اللي معنا فيما يخص تصفيات أمم إفريقيا وعلى مستوى تصفيات كاس العالم إحنا أفضل كإمكانيات منهم لكن وضعنا إحنا الحالي وضع المنتخب في خلال السنوات الماضية ما كانش الأفضل على الإطلاق كان فيه أفضل مننا لكن ستيل ما زلنا أفضل من اللي موجودين معنا دي أول نقطة تاني حاجة هل التأهل في أي ظرف من الظروف بيكون سهل؟ لا طبعا لأن عندك ظروف مباريات محلية دوريات عندك لعبة بتجي من بره عندك ملاعب عندك سفر عندك تنقلات عندك إصابات ممكن تحصل وبالتالي مفيش تأهل بيبقى سهل فيه ظروف أفضل من ظروف فيه إمكانيات أعلى من إمكانيات لكن فيه على الورق فرق بمعطيات عندها أفضل من فرق تانية وبالتالي احتمالات تأهلها أكبر إحنا كده هل على الجانب الآخر فيه مبالغة في التهوين من منافسات منتخبنا ممكن تكون موجودة طبعا يعني فيه زي مثلا الكابتن أحمد بلال لما تكلم على قصة إن الزمالك لو راح السعودية بالطريقة بالمستوى ده مش هجيب كرة في العرضة دي مبالغة في التهوين لكن هي ممكن كانت تتقال بطريقة تانية كانت الناس هتعديها فهي مبالغة أحيانا في التهوين بتتقال إن إحنا لو رحت أنا وصحابي هنروح نلعب كسل عالم عادي جدا ونعدي دول المجموعات طبيعي إن ده يغضب الموديل الفني طبيعي لأنه بيحس إن مجهوده أنا بعمل كده بقلده الكابتن حسام حسن هيحس إن مجهوده بيتخذ منه مجهوده ومجهود الجهاز الفني واللاعبين لأنه بالتبعية زي ما زعل الأهلوية تصريح الكابتن أحمد بلال ده ممكن يزعل المنتخب نفسه يشعر بحالة من تسرب المدير الفني الاستهتار أو الاستسهال عند اللاعبين فهو من وجهة نظره بيحمي منتخبه وفي نفس الوقت بيحمي نفسه من رفضه التقليل مما يقوم به اللي هو بصراحة على مستوى النتائج مش على مستوى الأداء دايما على مستوى النتائج ممتاز لم يخسر ولا مباراة تعادلة في مباراة وفازة في الباقي وبالتالي من حقه إن يحس إن الناس بتقدر ده لكن هو ساب كمان المحللين والنقاد أنا هلخص ده في الآخر معاكم وراح لنقطة الأندية إن أنتم بتتكلموا على سهولة المنافسات بس تيجوا وبصراحة ده حصل على مجموعة أهلي وزمالك ومصري وبيرامدز وتروح عيل لنا مجموعات متوازنة ما بتقولوش سهلة دي بتقولوا متوازنة شمعنا دول وراح عمل المقارنة ما بين منافسات الأندية اللي بتاعت دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بتلاقي لعبين عندنا في مصر سواء أهلي ولا بيرامدز ولا زمالك تحديدا باعتبار إن المصري قادم من جديد لعيبة كقيمة سوقية أعلى بكتير من القيمة السوقية للاعبي باقي البطولة باستثناء زي ما هو طرح ساندونز وبالتالي هو الفوارئ منطقي إن هي فعلا لصالح الأندية المصرية لكن على الجانب الآخر راح معامل نفس الوجه المقارنة وحطها على المنتخب إحنا بقى محترفين أقل من محترفيهم وبالتالي بتيجوا عندنا تقولوا سهلة وبتيجوا عند الأهلي والزمالك تقولوا متوازنة هلخص لكم ده بعد ما نخلص باقي الاتجاهات اللي ضرب فيها الكابتن حسام حسن وهي كالتالي قال نتعامل مع قرع البطولات الأندية بحذر نتحدث عن التوازن ونخش على اللي بعده لأنه قال إن عندنا قال أنا نتحمل المسئولية مع الجهاز الفني بالكامل في اختيار اللاعبين توظيفاتهم وهذا يختلف في الأندية عن المنتخبات إحنا بنعظم الأجانب ولا نشيد ببعضنا البعض إلا على استحياء بس يا كابتن عندك حق على استحياء دي لأنك ما قلتش على الإطلاق بتحصل على استحياء بس برضو خلي بالك اللي قبل كابتن حسام حسن سواء كوبر انتقد بشدة كيروش نفسه انتقد بشدة وإن كان هو أكثر الناس اللي جمعت دعماً من الجماهير ومن الإعلام بدرجة أكبر بكتير من غيره أجري انتقد بشدة يعني هي القصة شوية رايحة للمنتخب أكتر ما هي رايحة على مين اللي ماسك المنتخب لكن لكن كابتن حسام حسن هنتكلم عنه في الآخر لوحده لأن القصة ممكن تبقى مختلفة عن غيره قال لست بحسن عن ترند ولست قادماً بناءاً على اسمي نحن عند حسن ظن ما نختارونا وسنعمل مهما كان حجم المساندة التي نريدها للمنتخب وليس لحسام وإبراهيم حسن كنت أتمنى أن تنظروا للإيجابيات التي تحدث والتي كان يجب أن تحدث قبل بطولتين لأمم إفريقيا ليس إحلالاً وتجديداً بل تلاحهم أجيال وإن لم يحدث ستفاجأ بهزة صعبة للكورة المصرية متفق جداً بالمناسبة ممكن تتكلم نختلف ونتفق على طريقة تلاحهم الأجيال دي وخروج أسماء بعدد معين لكن واضح أنها مدروسة يعني معسكر بعد التاني بتخرج أسماء وبتنضم الأول بدرجات أقل ثم بتخرج مباشرة قال لم يقلل أحد من تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2018 على حساب الكونجو وأوغندا ومعهما غانا لم يقلل أحد من الكونجو مع احترامي ديهم قضينا سبع شهور في المهمة ويقال أننا لم نواجه أحداً لماذا يتم التقليل من مجهود الناس؟ قال نسعى لجمع النقاط وهدفنا في المبارد الخارجية قال لا نخسر لو مكسبناش هذا هو طريق تحقيق الهدف السهل من وجهة نظر الناس أن نفوس في ملعبنا ولا نخسر خارجه أخبروني أن الخصوم رفعوا الرايا البيضاء وسأطلب من اللاعبين أن يسترخوا قولوا لأنتوا كده وأنا هخليهم يريحوا تصفيات كسر عالم 30 نقطة شبه الدوري ممكن يحصل أي شيء هل تستهوينه بإثيوبيا؟ يعني إثيوبيا طبعاً كمنافس معنا مش سهل لكن إثيوبيا مبارحة غالبت أربعة تقريباً يعني لها تاريخ معنا كأندية ومنتخبات كيب بيرد دي كانت قريبة من الفوز علينا وموريتانيا فازت على الجزائر وبوركينا فاز وتعادلت مع السنجال واحتلت المركز الرابع في أمم إفريقيا عجبني جمع المعلومات اللي ترحها في إطار العرض اللي قاله عشان يثبت صحة وجهة نظره ودي حاجة تحترم حتى إن اختلفنا معها بالمناسبة أكمل العميد تصريحاته وقال دائماً ما يتحدث معظم الناس عن ضعف مستويات المنافسين لماذا لم يتحدث أحد عن أننا نؤدي عملنا بشكل صحيح ونجبر الخصوم على الظهور بهذا الشكل بعض المحللين أعمرهم 70-80 سنة يقولون إن بإمكانهم النزول ونلعق واللعب حالياً مع المنتخب ليه بتقللوا من جهد اللاعبين القناعة المتبادلة بين اللاعبين والجهاز الفني هي سر قوة المنتخب يقتنع اللاعبون بقائدهم أو مدربهم سيقدمون كل ما لديهم دا ينطبق على أي مجال مش الكرة بس سبب ندرس الخصوم نلعب بطريقة مناسبة لللعبين ثم يأتي دور الروح والدوافع يعني ما تقولوا الروح 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 لا فيه فنيات 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 دراسة تحليل أداء ودوافع وروح لأن الروح بلا تنظيم لا تنفع والعكس صحيح ده أبرز ما قاله الكابتن حسام حسن اللي أثار موجة من الانتقادات أقول لك ليه الأول الانتقادات دي موجودة لعدة أسباب واحد منها علمونا في علم النفس مذاكرتي مش كفيرة أو في علم النفس لكن بذاكر أحيانا بقرة شوية في الحاجات دي أنه لما تدخل خناقة ما تدخل وجه خناقتك للاتجاه الصحيح وعلى قد ما تقدر ما تبقاش الخناقة متوجهة لعدة جهات في نفس الخناقة لأنك بالتبعية بتفقد يعني زي ما بيقول لك الاتحاد قوة لما يتحد كل الأطراف اللي أنت بتخانقها لأنه بتتخانق معناك مع واحد بس بينما أنت بتتخانق مع ناس كتير فبتفقد دعما كنت ممكن تحصل عليه أو اتفاقا معاك من جهات فبتلاقي أنت ده متضاق منك ده بتتخانق معاه هو النهاردة لكيب طفل حسن ضرب في كل الاتجاهات في اتحاد الكرة اللي جاي قبل كيه ضرب في الاتحاد الحالي ضرب في الأندية وما أدراك ما الأندية الأهلي والزمارك بجماهرهم بإدارتهم بإعلامهم ضرب في المحللين والنقاد ضرب في الإعلاميين كده 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 فطبيعي أنه الجدل ده يحصل لأنه الباقة الأغلبية مش هتبقى معاك لأن كل واحد خدت كلام على نفسه هل ده صح؟ علم النفس بيقولك لأ بيقولك لأ ولكن ولكن هو عنده حق لأن فيه مبالغات بتحصل في حقه ممكن تبقى متبادلة ممكن يبقى هو بيقول فبيرده أو هما بيقولوا فبيرد فما بتخلصش الموجة وبصراحة كابتن حسام يعني كايف بتهدى إحنا بنخلص توقف الدولي الدنيا ثائرة بندخل في المسابقات والدوري والسوبر الأفريقي والاستعدادات والصفقات الناس بتنسى بنرجع للمنتخب تعمل مؤتمر صحفي تروح راضد على اللي سمعته في الشهرين اللي قابليهم فالناس تبدأ تقعد شهر كامل تتكلم عليك فمش هتخلص مش هتخلص ولكن ولكن ده الكابتن حسام حسن هكذا نجح كلاعب هكذا خاض كل تجاربه بمحطاتها الصعبة جدا هكذا نجح كمدرب هتقول لي نجح جنبه كان بطولة لو أنت يعني من اللي ضد الكابتن حسام حسن كأفكار وكتصريحات ما جابش بطولات لكنه حط اسمه حط اسمه في مصاف المدربين المنتظر منهم دايما أن يحدثوا فارقا يعني مع الزمالك الناس استنت منه قرب من بطولات ما خدهاش مع المصري الناس استنت منه شارك في أفريقيا وقرب من بطولات ما خدهاش مع بقية الأندية حتى التجارب اللي ما نجحتش أول ما بيتقال حسام حسن الناس بتستنى بتعمل كده هيعمل إيه حسام حسن لكن هكذا يا حسام حسن طول الوقت بيدخل في صدمات وطول الوقت بيخرج منها كسبان بمعنى أنه آه زي ما قال الكابتن واق الجمعة وأنا بسمع تحليله وإمبارح على تصريحات الكابتن حسام حسن أنت ما بقتش صغير علشان تبقى بتتخانق أو بتتكلم كده طول الوقت لكن هو هكذا نشأ وهكذا نجح فمن مش هو المستحيل لأن أي حد ممكن يتغير من الصعب أن يتغير حسام حسن بل تبقى للمعطيات السابقة من المنطقي أن تتوقع أنه بهذا الأسلوب ينجح لأنه يا ما نجح وهو بتخانق بتعمل دوشة بتعمل دوشة وبتعمل جدل وبتصدر الضغط وضغط المنتخب أعلى كثيرا من ضغوطات عاشها حسام حسن وإن كان عاشها كلاعب في المنتخب وعد منها ونجح سابقا لكن أنت دلوقت يا كابتن حسام بتدخل قدام الأهلي تدخل قدام الزمالك تدخل قدام اتحاد الكورة تدخل قدام الإعلام قدام المحللين لو قادر بصراحة لو قادر بما أنك لأن ما بتعبش تستحمل الكلمة وبما أنك نجحت رغم الضغوطات اللي عشتها طول عمرك كمل ما عنديش أي مشكلة أهم حاجة المنتخب كمل اطلع تخريق معنا ووقفش علينا واللي يقول كلمة في برنامج على اليوتيوب لمدة دقيقة اطلع رد عليه براحتك واشتغل بقناعاتك وانجح أهم حاجة المنتخب لو مش قادر أعتقد أنه من المهم تحسين التعامل مش أنك تقبل باللي ما يعجبكش لا تفضل بنفس دماغك بتاعت اختياراتك انت وما حدش على فكرة بيفرض أي رأي عليك لأن في الآخر هي قراراتك وانت اللي بتحاسب وقوع أبدا تحس أن الرأي العام قال لازم فتلازم لا لازم دماغك انت لأن ده سبب أنك موجود في المنتخب لكن في نفس الوقت لو ما قدرتش يبقى الأفضل أن تغير الأسلوب أو تحدد مين اللي ترد عليه ومين اللي ما تردش أو لما ترد هتقول إيه وهتختار مين ترد عليه دي النقاط المهمة لكن في النهاية منتخبنا كسب ومنتخبنا أولوية ولازم نفضل وراء وندعمه وندعم من يقوده الكابتن حسام حسن